السلام عليكم النهاردة انا هقفل معاكم الخضادية دي هوريكم تتقفل ازاي هي بتتقفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة وحلوة قوي وهي خضادية شيك قوي معمولة بالأورجنزا او السير الهندي على حسب الاسم اللي بيتسمى يعني بكل بلد بقى على حسب القماشة يعني بس هي حلوة قوي قوي ودي بتاعت الملاية اللي انا كنت قفلتها معاكم الفيديو اللي فيك هي هي ايه صحيح لسه مركبتلهاش في يونكا ولا حاجة انا لسه مفكرتش لسه عاملها ايه بس حبيتها ورها لكم كده وقفلها معاكم ويرب تعجبكم نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم اه دلوقتي انا في بنات كتير طلبت مني اه طريقة تفصيل المخدة او الخضادية او قص الملاية او كده اه انا طبعا مليش في التصوير قوي لكن هكتهد ان شاء الله ان انا احاول اصور اه الخضادية والمخدة والملاية وانا بعملهم عشان اه انا ميعنديش وقت بصراحة ارد على كل الاستفسارات اللي بديلي والاسئلة اللي بديلي على المسينجر اه انا مش ببقى فاضي رده وفي نفس الوقت بحبش ابخال بالمعلومة يعني اه فانا احاول بقدر الامكان كده اه اصور الحاجة اللي ببقى بعملها كده اللي اقدر اصور يعني اه دلوقتي انا كنت قصت معاكم الخضادية دي اه انا قلت ان الخضادية خمسين في سبعين اه كان فيه صديقة سألت قالتلي طيب الخمسين في سبعين تبقى ازاي اه اه او او هي السبعين دي الوش والخمسين الظهر لا انا بقول ان دلوقتي احنا عندنا عرض الخضادية كده سبعين احنا بنزودها بنخليها خمسة وسبعين او تلاتة وسبعين بتزود شوية عشان اه على منقص والعرض ده ده خمسين يعني انا دلوقتي قصة اربعة اربعة ومشات او اربعة حتت اه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة كلهم مقاس خمسة وسبعين عرض كده خمسة وسبعين عرض في خمسين كده طول او خمسة وخمسين او تلاتة وخمسين على حسب احنا بنخليها ستلاتة وسبعين في تلاتة وخمسين اه دول اربعة اربعة حتت هون انا باخد منهم اتنين دول بعملهم وش الخضادية والاتنين التانين بحاول اتنيهم كده انا هوريكم ازاي بحاول اتنيهم كده وبعدين داخد الحتة اللي انا كنت قصتها معاكم عشرين سنتي في خمسة وخمسين دي ايه اهي دي عشرين سنتي خمسة وخمسين دي اللي بعملها القلاب بتاع الخضادية اه يا رب بكون الصديقة اللي كانت بيتسألني تكون وصلت المعلومة عندها ده كده تلاتة وسبعين اه والعرض كده اه تلاتة وخمسين عشان الخضادية بتبقى خمسين في سبعين اه بعد كده انا هوريكم ازاي نعمل الاورجانزة او السالي انا دلوقتي قصت حتة زي ما كنت قلتلكم في الفيديو اللي فات قصت حتة اهو بعرض الخضادية كده اه خمسة وسبعين في تلاتة وسبعين اه خمسة وسبعين اصفة في اه تلاتة وخمسين او تلاتة وسبعين في تلاتة وخمسين اه اي حاجة على حسب ما يجيب كان المقاس المهم الخضادية بتصفي على خمسين في سبعين هي كده انا قصت حتة اهي انا نقصها شوية عن العرض ده عشان دي الناحية دي فيها فسطونة كده فانا بحب ان الفسطونة دي تبقى بينة ما تدراش في الخياطة دلوقتي انا قصيتها هون اه دي كده خمسة وسبعين اهي اهي خمسة وسبعين دي كده خمسة وسبعين اللي فيها فسطونة دي خمسة وسبعين وعرض هنا كده قصتها خمسة واربعين عشان اخليها تبقى نقصة شوية كده عشان المنظر اللي انتو بتشوفوه انا بصور الطاق بتبقى الفسطونة عليها كده. لو انا هقص ده كده من غير الفسطونة دي بعملها خمسين عشان تبقى مليها القدادية كده. بعد كده انا اقصر الشريط ده بعرض الاربع متر. الشريط ده. دي عشر سنتي في عرض اربع متر. بركب على حرفها هنا اه استراش استرس او شريط اه ستان اه او اي اي شريط يعجبني يعني اركبها على حرفها او ممكن اعملها اوفر واسبها كده. كل واحد على حسب ما زاوية. وبعد كده بكشكشها على حرف الخدادية هوريكم الوقت ازاي. بكشكشها وبتبقى دي الكورنيشة اللي بتتعمل. ده شريط انا اقصر كل خدادية عرض عشرة سنتي في اربعة متر. عرض عشرة سنتي في اربعة متر. دي بتعمل ده الميدور الخدادية. ودي خمسة وسبعين سنتي في خمسين سنتي او خمسة واربعين لو هي لها فسطونة كده. وبالنسبة للخدادية تلاتة وسبعين سنتي في تلاتة وخمسين سنتي عرض. باخد اتنين بعملهم وش الخدادية والاتنين التانين بتطنيها من حرفها. وبركب عليها القلاب اللي هو عشرين سنتي. دلوقتي انا هبدأ اركب الورجانزا على الورجانزا طوال حرف وارجعلو. دلوقتي انا احضرت الساري على الورجانزا ل Survive musher دولة كده في الز殺 له. دلوقتي انا صبيت الرجانزا على الشوف dale انا مشيت خط كده من الاربع جوانب. سبطته عشان ايه ما يتحلقش معي. انا بقفل الخددية. وبعدين انا ركبت آآ شريط استراسة اهو. على على الحرف الكورنيشة اللي انا هركبها للخددية. دلوقتي وشها اهو. ووش الخددية ده. انا هقلبها كده. عشان لما بركبها تتعيدل كده تبقى هي مقلوبة. لكن انا دلوقتي لو ركبتها مع دولة كده. يبقى هي هتبقى على الوش الخددية مقلوبة. فانا بقلبها كده. بقوش الخددية معاها ده. وده وش الكورنيش. وبعدين انا بحطه كده. وبعدين ابدأ اركبه. وكشكش وانا بركبه. بسم الله. بكشكش هكده. ده يلما يدور الخددية. عشان دلوقتي انا لما كشكش. دلوقتي هي بتبقى بالطريقة دي كده. هركبها وارجع لكم. دلوقتي انا ركبت خلاص الكورنيشة ده الميدور. هي مقلوبة كده على وش الخددية عدى وش الخددية. والكورنيشة مقلوبة بالطريقة دي ركبتها ده الميدور. بعد كده اجيب القطعة التانية اللي احنا قلنا عليها. بتتركب هنا كده. وبعدين بتدني من هنا. والقلاب بيتركب ناحية التانية وبعدين يدتني. الوقت هنشوف مع بعض ازاي انا بركبها. هي تتركب من بتاع السهولة. هي مفيهاش حابة خالص بس يعني. اه ممكن لو المبتدئة كده لو واحدة مبتدئة وعايزة تعرف. كده اول جانب تتركب. جاعة كده انا هتني الحرف اللاحية التانية. زي ما اتفقنا. بعد كده همسك اللاب ده اتنيه برضو. بعد كده هتني الحرف اللاحية التانية للخلضية. انا اركب ده. وكده كده تتركب من تاع السهولة. انا احسبانو. انا انا احسبانو. احسبانو. و بعدين اقلب دي كده 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 اقلب دي كده دي كده و في طريقة تانية انا بحب اعملها اهو كدنيشة جميلة جدا اه ممكن بقى انا اجي اروح ماشية بالاسترس شريط هنا دلوقتي معي شريط الاسترس انا هركبه هنا كده اقلب دي كده اقلب دي كده اقلب دي كده اقلب دي كده المهائي اه هصوره لكو دلوقتي احنا ممكن نخليها على كده وممكن نركب لها في لونتا كده هنا في لونتا هنا تكون من الارجانزة تكون من القماش تكون من الشريط اي شريط موجود وممكن نسيبها زي ما هي كده وانا هصورها ووردكو الشكل النهائي دي دلوقتي هي هنا في الاسترسة ومن هنا شريط ومن هنا شريط وكده ده شكلها وشكلها جميلة جدا وشيل جدا يارب يكون الفيديو عجبكو يكونوا استفقتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وده كده شكل الخددية النهائي شكلها جميل جدا كده انا لسه مفكرتش يعني هحط لها في يونتا من على الحرف كده ولا هعمل ايه يعني انا اقدر احط لها في يونتا هنا كده او اقدر اسيبها كده او مش محتاجة اي حاجة لكن قلت ورها لكو كده هي ده شكلها حلو قوي وشيك وقدر احط الحرف ده او اعمل اوفر باس اقدر احط الحرف ده او اسبتو بخيوطة وبس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم تكون استفدتو وعرفت طريقة تقفيل الخددية ازاي وان شاء الله كل خددية هعملها ان شاء الله هوريكو طريقتها بتبقى ازاي ويا رب تستفدوا معي سلام علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر